تعد منطقة تكايت بها منطقة فلاحية بامتياز خاصة في زراعة وإنتاج الخضروات على مساحة تقدر بـ 26 ألف هكتار تتصدر الطماطم القائمة الأولى من حيث الزراعة والتصدير بنسبة 95% قلة الأمطار بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل سلبي على جودة الإنتاج بعدد من الضيعات الفلاحية هذه السنة عرفت مناخا جفا مصحوبا بارتفاع درجة الحرارة وقلة تساقطة المطارية وهذا الشيء لكي يسبب في انخفاض الإنتاج وتراشع جودة الخضروات وانتشار بعض الأمراض مثلا كالدوبة البيضاء والقاردية وتعاني المنطقة أيضا من تراجع الفرشة المائية نحن لا نقوم بعمل المساحة الكبيرة نقوم بعمل شيئا قليلا لكي لا نقوم بقلة المياه لكينا نقوم بعمل شيئا قليلا لكي لا نقوم بعمل في وقت تأخر وقلة الأمطار بالمنطقة بدأت أيضا أثارها السلبية تتسع بأغلب المساحات المزرعة وضعية أضحت تشكل قلقا للفلاحين الذين أصبحوا يعتمدون على السقي بالتنقيط عن طريق المياه الجوفية لإعادة إحياء أنشطتهم الزراعية وتبقى أمال الفلاحين بإقليم شتوكا إتبه معقودة على مشروع تحلية مياه البحر الذي سينعكس بالإجاب على القطاع الفلاحي بالشكل العام كما سيساهم في تعزيز الموارد المائية بهذه المنطقة